أول معرض للبيع بالتخفيض في الجزائر اتداء من تاريخ 19 جونفي بقصر المعارض سانوبر البحرية والذي ستنظمه كل من وزارة التجارة وشركة جزائرية خاصة من أجل تمكين المستهلكين من شراء سلعين مختلفة بأسعار مخفضة حسب تصريح مسؤولة في مديرية المنافسة بوزارة التجارة لشرق نيوز سيخص هذا المعرض للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي تجار هم يحب يحب يشارك في المعرض وبنسبة إلى فترة البيع بالتخفيض ستكون العاصمة وبعض الولايات الأخرى على قائمة المناطق المعنية بهذه العملية اتداء من يوم غد وفق ضوابط حددتها وزارة التجارة أن الأعوان رقباتنات ومديرية التجارة يروحوا ويرقبوا يشوفوا قال هذا الوسم أولا أسكو عنده رخصة بش يمارس البيع بالتخفيض ولا ما عندوش أسكو هذه المنتوجات راه هي مصرحة في الميلة فتاعة ولا ما شي مصرحة أسكو عندها جز عليها تلت أشهر ولا ما جزت عليها هذو قاعد يراقبوهم في هذه الفترة البرصانتاج هو تجر حر بش يبيع بش يدير من نسبات التخفيض التعو لطالما أحدثت فترة البيع بالتخفيض جدلاً واسعاً بين المستهلكين والتجار تجزئة بسبب بعض عمليات التحايل التي تقع عند عرض سلع الخاضعة لتخفيض نتيجة نقص الرقابة إضافة إلى نقص الثقافة الاقتصادية في هذا المجال فدول كثيرة تجني شركاتها أموال معتبرة بمجرد إطلاق عملية السولد ترجمة نانسي قنقر